اختيار كمبيوتر قوي برامج الـ 3D Max والـ V-Ray بيحتاجوا أجهزة قوية لو عند الجهاز ضعيف أو لابتوب مش هيقدر يشتغل كويس فلو ناوي تشتغل في الـ 3D Business هتحتاج أجهزة مناسبة عامة أنا برشح أجهزة الـ Workstation أكتر من اللابتوب والأجهزة العادية لأنها معمولة للشغل الصعب لأنها أقوى وبتستحمل ساعات شغل طويلة حاليا أنا بستخدم HP Workstations وشغلين بشكل رائع الـ Z600 والـ Z800 أجهزة يعتمد عليها على عكس اللابات بعد فترة من الرندرينج أداءها بيبطأ جدا طيب أرشح لكم إيه؟ عندنا اختيارات كتير بناء على الميزانية المالية اللي عندنا فلو ما فيش مشاكل في الفلوس عندنا أجهزة HP اللي أشهد بجودتها بشكل شخصي وده الموقع بتاعهم وعليه حنلاقي Z2, Z240 و Z8 وده أقويهم دلوقتي غير كده عندنا أجهزة الـ Box ده الموقع بتاعهم Box.com والناس دي بتبني الأجهزة القوية دي مخصوص لصناعة الـ Graphics والـ 3D بعد كده عندنا الـ Dell وبنشوف فنانين 3D بيعملوا شغل رائع بـ Computers Dell عندنا برضو أجهزة الـ Alienware ودي أجهزة أصلاً مصممة للـ Gaming ولكن بتشغل ماكس و V-Ray كويس جداً وشكلهم حلو وده بالنسبة لأجهزة الـ Workstation اللي بتصنعها وتجمعها الشركات الكبيرة زي HP, Box, Dell و Alienware نقدر إحنا نجمع الجهاز بتاعنا ونختار كل جزء علشان نعمل Workstation تجميع ساعتها ممكن نحتاج مساعدة الناس اللي شغالين في محلات الكمبيوتر بعد ما نعمل البحث بتاعنا علشان ننقي القطع المناسبة اللي هتفدنا في الشغل أهم القطعتين هيأثروا على شغلنا في الـ 3D Max والـ V-Ray هما الـ Processor وكرت الشاشة الـ Processor هو الأساس لما بنيجي نعمل Render وبيأثر على السرعة العامة للجهاز فكل ما كان الـ Processor أحسن كل ما الـ Render هيبقى أسرع فنحافظ على الوقت بس الـ Processor الأحسن بيكون أغلى علشان كده يستحسن نشوف الـ Benchmark Processors علشان نقارن ما بين سرعة الـ Processor وسعره ونعرف إيه الأفضل لو عملنا سيرش في جوجل على Processor Benchmark حنلاقي مواقع زي CPU Benchmark.net وده موقع بيقارن قوة وسعر الـ Processor اللي في السوق في الموقع ده حنلاقي جداول كتير حنبص على أعلى جودة اللي هي الـ High End وفي الأعلى جودة دي حنلاقي مقارنة ما بين جودة الـ Processor المختلفة اللي في السوق والأسعار بنلاقيها جنبها يعني مثلاً عندنا الـ Intel i9 وهو أحسن أداء وسعره تقريباً ألفين دولار لحظوا إن مش ضروري إن الأحسن يكون الأغلى فعندنا هنا تحت زيون بروسيسور سعره 3,800 دولار وأداءه أقل من الـ i9 فيستحسن إننا نشوف الجداول دي قبل ما نشتريه نفس الكلام نقدر نعمله لكروت الشاشة تعالوا نعمل سيرش في جوجل على Graphic Card Benchmark وحنلاقي موقع زي ده VideoCardBenchmark.net بالضبط زي بتاع الـ Processor حنروح لجدول أعلى جودة الـ High End وحنلاقي كروت زي Titan V وده لسه مش حطين له سعر دلوقتي بس ده أعلى حاجة كـ Performance لو بصين على الثاني وثالث اختيار حنلاقي الـ Quadro P6000 سعره 4,800 دولار وأداءه أعلى حاجة بسيطة جدا من الـ GeForce GDX 1080 Ti اللي سعره 700 دولار بس وفي الحالة دي الفرق البسيط ده ما يسويش فرق السعر الكبير ودول أهم قطعتين اللي حنحتاج نركز عليهم جامد لما نيجي نجمع جهاز جديد وبعد كده حنحتاج نشتري طبعا رامات بداية من مثلا 32 جيجا وكل ما نعلي كل ما الجهاز يقدر يشتغل المشاهد الكبيرة أحسن وطبعا هنحتاج Hard Drive مناسب و SSD علشان نسرع أداء السيستم بتاعنا وطبعا كيسة فيها Power Supply قوي علشان يشغل الحاجات دي كلها و Motherboard متوافقة مع كل القطعة دي نعمل ايه لو كانت الفلوس أقل من كده في عندنا حل اننا نشتري Work Station مستعمل زي HP Z820-840 أو كده بيبقى بقاله سنة وسعره تقريبا بيبقى في حدود 1000 دولار وده سعر كويس بس هنحتاج طبعا نغير كارت الشاشة اللي فيه عندنا في بلدنا فيه محلات كتير بتبيع Work Station مستعمل وممكن تلاقوه Online كمان بس هتحتاج تدور شوية علشان تشتري من حد يكون ثقة وده الحاجات اللي هتحتاج تعرفها علشان تجيب كمبيوتر قوي وكل ما كان الكمبيوتر قوي كل ما كان الشغل أسهل وحنتعلم عليه بصرة